بصوا بقى معايا يا جماعة لازم تعودوا في البيت ده مش فزارة تقدروا تعجنوا زي ما أنا بعجل كده وهو البيت كله يستفيد من الأكل ودرعتك تقوى تعمل لعضلة خلفية أمامية من العجل تعجنوا وعودوا في البيت وسمعوا كلام أحرج شيخ الحارة اليوم الاثنين ستة خمسة الفين وتسعة عشر الرقصة دينا وكشف سر عمل بلوك من نجليها لها على انستجرام وذلك على الهواء مباشرة وصودمت دينا من قوله وقالت أكيد انت كلمت علي ابني وعرفت منه هذا السر الذي لا يعرفه أحد وبررت ذلك بأن ابنها لا يريد أن يدخل أحد من متابعيها له على رقصة حالا نستجرام الخاص به أما تكتب كلمة دينا على محرك البحث جوجل تظهر لك حوالي 397 ألف نتيجة بحث أما لو كتبت مجدي يعقوب تظهر لك 340 ألف نتيجة بحث وسمي جمالة التي تعتبرها دينا مسالها الأعلى 357 ألف نتيجة بحث فقط اسمع الحقيقي دينا طلعت سيد محمد 27 مارس 1965 ممثلة وراقصة شرقية مصرية هنا دينا وهي طفلة كانت جميلة طبعا وهي طفلة من صورة تانياليا ولدت في روما في إيطاليا حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة وهي صحيقة المغنية المعتزة لاريتا التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة سمانينات القرن العشرين والتي قررت الاعتزال وارتداء النقاب على ذلك بدأت شغراتها في تسعينيات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زيحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر الفنانة الاستعراضية دينا كانت ضيفة حلقة في برنامج الحكم مع الإعلامية وفايل كيلاني وهي الحلقة التي أصارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات دينا هنشوف قالت هيه دينا ذكرت في الحلقة أنها لا تتذكر عدد مرات زواجها ولكن الزيجة الأولى كانت من رجل الأعمال سمير عبدالله وهو الزواج الذي ظل لأعوام سرا وتم الكشف عنه بعد أن قامت دينا برفع قضية في المحكمة للحصول على الطلاق من سمير مؤكرة أنها ندمت على هذا الارتباط وبعد حصولها على الطلاق أعلنت اعتزالها الرقص ولكن بعد عدة شهور تراجعت عن قرارها الزواج الثاني كان من المخرج الراحل سامح الباجول والذي رزقت منه بابنها الوحيد علي وهدعتبره دينا من أفضل الرجال الذين تواجدوا في حياتها على حد وصفها في أحد حواراتها الصخفية هنا مع سامح الباجول والد ابنها علي حكيم حضر الفرح دينا تزوجت بعد ذلك من خارج الوسط الفني ومنها زوجها العرف من رجل الأعمال حسام أبو الفطوح دينا وبعد عدة تجارب زواج فاشلة على حد قولها ارتبطت عام 2011 بزوجها الحالي رجل الأعمال وإلى أبو حسين والذي ترفض حتى الآن الكشف عن تفاصيل ارتباطها به وكيفية تعرفها عليه وبررت ذلك بأن وائل لا يحب تدخل الصحافة في حياته الشخصية أنا مع رجل الأعمال زوجها الحالي وإلى أبو حسين نشوف أسرار تانية عنها غريبة على المستوى الشخصي أشارت دينا إلى أن ابنها علي يدرس في أمريكا وهي تحاول أن تتواجد معه من فترة لأخرى وقالت هو متفاهم أن الرقص فن ولا يهمه أن والدته راقصا دائما علي هو متفاهم ذلك دينا مع والدتها وابنها كما وضحت أن الرقص هو السبب في فشل زيجتها كما اعترفت دينا أنها تفضل بقاء زوجها بعيدا عن الإعلام وعن محاولة انتحارها مرتين في عمر الخمستاشر وعمر التمنتاشر اعتبرت أنها كانت صغيرة وصق شخصياتها لم تكن قد تكونت بعد وفي البداية لم تتذكر دينا المرة السانية التي حاولت فيها الانتحار قائلة هي مرة واحدة في سن الخمستاشر ثم تداركت صحيح مرة أخرى وأنا في التمنتاشر عندما كنت أعمل معترفة أن سيرها وراء قلبها كان السبب وراء محاولتها الانتحار في المرتين مبررة تنزلك بقولها كنت في سن المراهقة في المرتين في هذا السن الأفكار تلمع في زين الشخص ومن الممكن أن أفعل أشياء أقصد جنونا لا أحب أن أتذكر ما حدث لأنني أشعر أنني ارتكبت فعل ضد إرادة الله واستغفرت كثيرا على ذلك وفي يوليو 2012 وملاءمة مع ظروف السياسية المصرية والتي شاهدت صعور الطير الإسلامي كشفت دينة عن استعدادها لتحشيم بدل الرقص الخاصة بها وقالت أنا بالفعل أركز ببدل الرقص المتحشمة لأبعد الحدود وهي متوائمة مع الظروف الجديدة ولا طلب مني تحشيمها زيادة سأفعل أن الرقص لا يعتمد على النبس فقط وعن إمكانية قبلها على ارتداء الحجاب لفتت دينة إلى أن الحجاب فضل لم تصل له بعد وأضافت أعلم أنه من تعليم الدين ولكني لم أفكر في ارتداءه ولا أتخيل أنني سأتخذ هذا القرار إلا إذا أراد الله شيئا آخر دي كانت صورة لها في المناسبة تحدثت الفنانة دينة عن أنها تتعرض للعديد من المواقف الغريبة خلال رقصها في الأفراح كما أشارت إلى أنها تشعر في بداية الفرح إذا كان الفرح سينتهي بأمان أو ستحدث معركة بين العائلتين والعروسين لافتة إلى أن هذا يظهر من بعض الإشارات كإنفصال وصلت العريس عن العروسة في تجمعاتهم وتابعت في عريس وعروسة طلقه وأنا كنت في الفرح برس هو دلأ الشرباط على فستانة فهي عليته ومش تفتح يعدك كانت في الهلتون وكنت برقص على المسرح وقال لي الفرح يكمل زي ما قلت وكملت رأس خفت من العريس وأهل العريس كانوا بيسقفوا عادي وكملوا الفرح بقت مستعجبة طبعا عارض على الراقصة دين الزهاب لإسرائيل من صاحب فندق لتحيي حفلا فيه علاوة على رقصة يهودية تدعى مازق مزود طلبت منها الصفر لإسرائيل ليفتتاح مهرجان للرقص الشرقي وتدريب ست حصص رقص بدون ختم تأشير الدخول أو خروج على جوازها عن طريق منفذ مدينة إيلات الإسرائيلية وعلقت الراقصة دين قائلة لو سفرت لإسرائيل العرب سيتضيقون مني وأنا سفرت أكتر من ثلاث تربع الدول حول العالم كله ولكن بالنسبة لإسرائيل فأنا مستحيل أن أسافر خصوصا لأن بها شهداء ماتوا في الخروب مع إسرائيل مستحيل أن أسافر حتى على سبيل التبادل الفني لأن فنانينهم على مستوى متواضع وهم لم يأتوا عندنا في مصر مل أساس ولكن صور سيارات رقصة دينة سيارات تصورت معاها جايز تكون بتاعتها أو مش بتاعتها بقى بس تاريو أن بتاعتها سيارة وسع جدا وكنت تكون ضيفة فيها لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وفي قناة الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبيين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم اشتركوا في القناة